السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية الزراعة وتجذير النباتات في المنزل أرجو من الله أن تكونوا جميعكم بألف خير وصحة وعافية أينما كنتم موضوعنا لهذا اليوم نحن نتكلم عن أشجار الموز وطريقة العناية بهذه الأشجار من حيث الأضاءة، التسميد، الري وكذلك طريقة الإكثر تعتبر أشجار الموز من الأشجار المعمرة طريقة العناية به جدا سهلة وبسيطة تحتاج إلى أضاءة الشمس في اليوم الواحد تقريبا إلى أثناء الساعة لحتى تنمو جيد وتحمل ثمار بكمية جيدة عندي هذه الأشجار في حديقة منزلي التسميد يسمد النبات كل شهر مرة بإمكاننا استخدام سماد الـ MPK ويفضل يكون سماد قابل للذوبان في الماء بالنسبة للري، نبات الموز يحب إلى تكون التربة رطبة على الخفيف لا نغرقها بالماء حتى لا تتعفن الجذور تكون التربة رطبة على الخفيف فقط هنا عندي هذه الشتلة، أنا كاثرتها من النبات الأم اللي موجود في حديقة منزلي لكن زرعتها في أصيز صغير حتى نشوف مع بعض إن شاء الله طريقة إكثار هذا النبات حتى تسأل عندنا عملية الإكثار بهذه الطريقة والتصوير أيضا يكون أوضح هنا عندي هذه الفسيلة اللي طالعة بجانب النبات الأم من هذه الفسيلة بإمكاننا أخذها وأكثار النبات طريقة جدا سهلة وبسيطة فقط نفصل هذه الفسيلة اللي طالعة بجانب النبات الأم عن النبات الأم بكل سهولة أفضل وقت لإكثار نبات الموز هو بداية شهر أربعة أفضل الأوقات وأيضا تتكون عندنا فسائل كثيرة حواليين نبات الأم نبات الموز الأم بإمكاننا فصلها عن النبات الأم وزراعتها في أماكن متفرقة من حديقة المنزل عندي هنا هذه التربة هي عبارة عن خليط من بيتموس وكمبوست مصنوع في المنزل سبق وأن نزلنا فيديو سابق طريقة صنوع البيتموس والكمبوست في المنزل طبعا بإضافة بعض الأسمدة الطبيعية اللي نضيفتها للتربة نعمل فتحة في التربة تكون مناسب لحجم الشتلة هذه السندانة أو الأصيصة اللي عندي اللي ححول بي نبتة أو شجرة الموز هي سندانة كبيرة الحجم حتى تكون الجذور تنتد براحتها في التربة أو ما تختنق عدنا الجذور وتموت عدنا النبتة نضغط على الأصيص بهذا الشكل الجذور ما شاء الله ممتازة جداً أمر هذه الشتلة تقريباً أربع شهور من عندما كاثرتها وأخذتها من النبات الأم اللي موجود في حديقة منزلي وزراعتها في أصيص صغير الآن رح أكاثرها أيضاً مرة أخرى بسكينة هنا أنا عندي سكينة حادة ومعقمتها آني رح أبدأ أفصل الفسيلة عن النبات الأم ننتبه على الجذور عند فصل النبات كلما كانت التربة خفيفة كلما كان فصل النبتة بكل سهولة لاحظوا الجذور ممتازة جداً ما شاء الله هذه أفضل طريقة لإكثار أشجار الموز عن طريق الفسائل التي تنمو بجانب النبات الأم كلما نأخذ من هذه الفسائل تخرج لنا فسائل أخرى وبكثرة أيضاً يسروني اشتراككم في قناتي الزراعية الثانية قناة أسرار عالم الزراعة إن شاء الله أضع لكم رابط القناة في أول تعليق وأثبته أتمنى الشرفوني في زيارة القناة وتشتركوا فيها أو تدعمها وشكراً لكم على الدعم المتواصل نضع الشتلة بهذه الطريقة ونتأكد إنه جذور تغطت بصورة جيدة نكبس على الخفيف حوالي النبتة حتى تثبت عندنا الشتلة في التربة وأيضاً نغطي جذور بصورة جيدة الآن حصلت على نبات مستقل ومثل ما ذكرنا في الفيديو أفضل وقت للإكثار هو بداية الربيع الرجع هذه النبات الأم في التربة هذه أفضل طريقة لإكثار أشجار الموز طريقة أسرع وأسهل بمكان أيضاً زراعتها عن طريق البذور لكن طريقة زراعتها عن طريق الفسائل هي أفضل طريقة وأضمن للإكثار نتأكد إنه جذور كلها اضغطت بصورة جيدة عندما ننقل الشتلة إلى المكان الجديد نضعها في مكان ظل لا نضعها في الشمس المباشرة حتى تتأقلم مع المكان الجديد لمدة يوم أو يومين وبعدها ننقلها إلى الأرض مشمسة تدريجياً حتى لا تنصدم إنه بتو تموت عندنا أيضاً سندت الشتلة الأم بمسند حتى ما تميل عندنا لأن عدي هنا عمر الشتلة ما شاء الله كبيرة الحجم أصبحت حتى تثبت عندنا وتتماسك جذورها مع التربة نرفع المسند هنا نتأكد إنه جذور كلها اضغطت بصورة جيدة راح ننرويها بالقليل من الماء لأن عندي هنا التربة بدأت تنشف أيضاً نروي النبتة الأم أرجو أن تكونوا قد استفدتم من فيديو هذا اليوم وأرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس وعمل مشاركة ولايك ليصلكم كل جديد أي سؤال أو أي استفسار أرجوك تفتف كامت وإن شاء الله راح أجاوكم بأسرع وقت ممكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته